وأجرى التليفزيون المصرية عدداً من اللقاءات مع نوابي مجلس الشيوخ حيث أكدوا على أهمية قطاع السياحة كأحد قطاعات الاقتصاد المصرية قطاع السياحة كقطاع اقتصادي رائد له أهمية كبرى في هذه اللحظة الآنية والرهنة لأنه ليه فوائد كثيرة جداً ولكن ركزت اقتصادياً دخل السياحة بالتحديد دخل سريع في لحظته يعني مع كل الاحترام طبعاً والأهمية كل المشروعات الاقتصادية أو الزراعية تحتاج قليل من الوقت أو كثيرة من الوقت حتى تؤتي بثمارها لكن السياحة فكرتها دخلك سايح دخلت فلوس للبلد ودخلت فلوس للمواطن بقى وده أهم حاجة عندي دلوقتي في هذه اللحظة مجلس الشيوخ النهاردة بيشهد ملف من أهم الملفات الحيوية في قطاع الاقتصاد المصري وهو ملف السياحة والطيران الحقيقة النهاردة المجلس والسادة الأعضاء استفادوا النهاردة في كل التوصيات التي تلعوا بيها وكان من أهمها ربط خط طيران بالغرداء والأخصر منصة إعلامية تبرز أهم المعالم السياحية في مصر بشكل أكبر جلسة العامة مجلس الشيوخ شهدت طلبات منقشة عامة لبعض مستدى النواب كلها يعني بيدور في دور الوزارة في تطوير السياحة وفي تنشيط السياحة خلال الفترة الحالية وخصوصا أنه طبعا حياتك عارفة أن احنا في أزمة عالمية طاحنة كبيرة جدا وأعتقد أنه السياحة المصرية أن الأوان أنها تاخد حقها من الترويج في العالم كله وخصوصا أن الدولة المصرية منذ تولد سيد الرئيس عفتاح السيسي يعني أنجزت العديد من الملفات الخاصة بتطوير المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية شاهدنا كلنا متحف الحضارة ومتحف الكبير اللي احنا بصدد افتتاحه قريبا بإذن الله